النسخة الأولى من اللقاءات الأفريقية لمعاهد التكوين في الصحافة والاتصال تنعقد بالرباط تتويجا لجهد سنتين من العمل المتواصل لتجيب على أسئلة المستقبل في تكوين الصحافة والاتصال من خلال نخبة من مسيري وأساتذة معاهد الصحافة بالقارة الأفريقية هذه المبادرة المبنية على الرؤى الوطنية والتي من خلالها سنحاول أن يكون لنا في المستقبل نموذج للتكوين الإعلامي والتواصلي نموذج أفريقي متميز يمكن من خلاله للمغرب أن يتقسم مع شركاء الأفريقيين رؤيته للتكوين وكذلك تجربته الطويلة التي امتدت على أكثر من نصف قرن من الزمن هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من مؤسسات تكوين في مجال الإعلام الإفريقية يأتي في سياق البحث في إطار التعاون الإفريقي حول الآلية الكافلة بتعزيز منظومة تكوين والشراكة من بلد الإفريقية كما تعرفون مجال الإعلام هو مجال متحول مجال يعرفوا التطورات كثيرة وهالتطورات تجعله من الضروري أن نفكر بشكل جماعي في جوانب التكوين المشاركون يضعون نصب عيونهم هدف تقوية التعاون الأكاديمي بين المعاهد الشريكة واستغلال الفرص المتاحة لتحسين جودة التكوين للطلبة والأساتذة وهي دعوة للعمل معا من أجل نموذج للتكوين في الإعلام والاتصال يواكب مسار التنمية بالقارة الأفريقية هناك حاجة إلى التفكير في برامج تكوين الإعلامي بين المؤسسات المختصة في تكوين على المستوى الإفريقي وأيضا في تطورات الراهنة وخاصة الانتقال الرأقمي ومطرح من تحديات خاصة وأن خصوصية الدول الإفريقية في أن تربط الإعلام بمجال التنمية وهناك أيضا حاجة إلى التفكير في تكوين الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة الصعبة أنا هنا لأول مرة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال من أجل النقاش مع الزملاء مدراء مدارس الصحفة والتواصل لتنسيق برامجنا واستشرافي مستقبل تكوين في علاقته بوسائل الإعلام خاصة وبكل ما له علاقة بالعالم الرقمي اللقاءة الأفريقية يراد لها أن تكون موعدا سنويا لمدراء وأساتذة معاهد الصحفة والاتصال لتوحيد وتنسيق الجهود السعية لإنضاج التكوين في سياق يعرف حضور فاعلين جدد على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والتي في كثير من الأحيان لا تحكمها ضوابط مهنية ما يتطلب مسيرة هذا التطور على مستوى تكوين الأساسي والمستمر